اليوم الغد بحول الله تبقى الحرارة دائما في الموعد مع نشاط خلايا رادية خلال ظهر نحو المناطق الداخلية تكون مرفقة بأمطار محلية خاصة نحو المناطق الداخلية الوسطى والشرقية أما بسواحل أجواء مغاشة جزئيا هذا بعد انقشاع الضباب خلال الصباح البكر نحو سواحل الوسطى والشرقية جنوبا أجواء شبه رادية من الصورة لغاية شمال الصحراء والوحى تكون مرفقة بأمطار رادية نحو الجنوب الشرقي بينما أجواء مشمسة من الصحراء الوسطى لغاية أقصى الجنوب دائما نشاط زوبة رملية محلية بأغلب مناطق وسط الصحراء أقصى الجنوب لغاية شمال الصحراء بإمكان حبيبات الرمال أن تكون عالقة بالهواء نحو المناطق الداخلية وهذا شمالا بالنسبة للحرارة خلال ليلة اليوم لغاية فجر يوم الغد تفوق العشرين درجة بكل المناطق الشمالية مقيس ما بين 22 إلى 24 درجة جنوبا 24 درجة أيضا ستكون منتظرة بمرتفعات الهوغار والتاسيلي في حدود 27 درجة بتيندوف وإليزي ترتفع إلى 30 درجة بغردايا 33 درجة ستكون كعلامي قياس ببسكرالواد وورغلا وأدرار بالنسبة للحرارة القصوى خلال ظهيرة الغد ستكون مستقرة مقارنة بنهار اليوم مقيس ما بين 32 إلى 34 درجة بكل سواحل ترتفع إلى 36 درجة بغريزان 37 درجة بالجلفة تقرب 33 درجة بتيزي وزو بينما تكون مرتفعة بقسنطينا أم البواقي وباتنا في حدود 38 درجة مقيس ما بين 36 إلى 38 درجة على الخط الرابط بين تمن راست وجاند وتبقى جوء حارة من شمال الصحراء إلى غاية أقصى الجنوب لإما تفوق الأربعين درجة تصل محاليا إلى 46 درجة بأدرار تميمون المنعاء إنسالح وبرجبجي مختار البحر خلال يوم الغد سيكون جميل نحو سواحل الشرقية قليل الاتراب بسواحل الوسطى والغربية الرياح ستكون ضعيفة ضمن تيارات جنوبية غربية على سواحل الغربية متغيرة الاتجاهات بسواحل الوسطى والشرقية درجة حرارة مياه البحر تبقى دافئة تقرب 26 درجة مئوية